من مكاسب المباراة وانت بتتكلم دايماً انه الاهلي حاضر مع الكبار والنهاردة طبعاً هننقلكم اللحظات الاولى لوصول ريال مدريد لمدينة الرباط الساعدان لمواجهة الاهلي بكرة التمرينة الخاصة للسوديو التحليلي على قناة ريال مدريد طبعاً زي ما حضراتكم شايفين وده واحد من اهم مكاسب البطولة بالنسبة لنا احنا كمان في شاشة النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي اللي احنا بنفخر الحقيقة بالظهور عليها وبنحمل دايماً شعارها انك تتعاون وده قدر الكبار واحد من الحاجات اللي لابد انها تترجم مش بس اهتمام وسائل اعلام الاسبانية بالنادي الاهلي ووصفه بملك افريقيا ووصفه بنادي القرن ودي كلها مكاسب كبيرة بحق النادي الاهلي من مشاركته في البطولة ومن مواجهته للريال لكن زي ما انتم شايفين طبعاً حتى للسوديوهات التحليلية في قناة ريال مدريد فردت مساحات كبيرة للحديث عن المواجهة المنتظرة شعار النادي الاهلي في مواجهة شعار ريال مدريد في واحد من السوديوهات التحليلية اللي بتتكلم على المباراة تدريبات النادي الاهلي طبعاً اللي بعثتها قناة النادي الاهلي لقناة ريال مدريد عشان تطبيقاً طبعاً لبروتوكول التعاون بينهم زي ما حضرتكم اللقطات اللي انتم شايفينها دي على قناة الريال مش على قناة الاهلي صحيح شعار النادي الاهلي موجود بما انه الملكة الفكرية وحقوق البس ملك للنادي الاهلي لكن طبعاً بروتوكول التعاون بيفرض علينا زي ما هما بيبعته لنا تدريبات ريال مدريد إحنا كمان بعتلهم تدريبات النادي الأهلي وظهر نجوم النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي على شاشة أو على قناة ريال مدريد الكلام طبعاً أو العنوان بيتكلم على أنه موجهة الدور قبل النهائي الأهلي ريال مدريد الأربعاء في مدينة الرباط ده طبعاً جزء من التدريبات الريال والسعدادات والنهاردة حلقتنا بشكل كبير هتكون عن الريال أكتر ما هتكون عن الأهل يعني يمكن تشكيل الأهلي طريقة الأهلي تقريباً تقريباً بالنسبة 80% معروفة لدى الجميع الحيرة ممكن تكون أكتر فيه السلاسي اللي هيشارك فيه خط الهجوم يعني الجميع متفق أنه الأنسب لبداية المباراة هو الشناوي معه متولي معه عبد المنعم معه معلول معه هني في خط الظهر غالباً إن شاء الله هيكون في خط النص السلاسي اللي قداماني ده هو يمكن يعني محل النقاش وعندي يعني يقين أنه ممكن يكون الجهاز فني لغاية النهاردة ما استقررش على مين هيبدأ المباراة